شهدت محافظة الدقهلية تفرة كبيرة من التطورات وإقامة العديد من المشروعات القومية والخدمية يعد آخرها الممشى السياحي الذي أقيم في مدينة المنصورة بطول 1250 متر وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للدولة وبالتنصيق مع وزارتي النقل والري في ظل الجهود المستمرة للدولة في تطوير المحافظات وتجميلها وفي مشهد جمالي بالغ الروعة شهدت محافظة الدقهلية تفرة كبيرة بإنشاء الممشى السياحي أو ما يسمى بكرنيش الدقهلية اليديد الذي أقامته الدولة ببراعة وفن في مملكة الدلتا محافظة المنصورة بطول 1250 متر الممشى السياحي يمتد من منطقة قولونجيل حتى ديوان مبنى محافظة الدقهلية ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتقديم مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين بلغت تكلفتها 50 مليون جنيه في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية لتحسين الصورة البصرية للمواطن المصري ومن خلال خطة الدولة للتنبيه المستدامة 2030 وتزامنا مع التطور الحادث في الشوارع الرئيسية لمدينة المنصورة بزيادة الحرارات المرورية لاستعاب الزيادة السكانية وعدد السيارات كان التوجه لخلق متنفس بديل عن بعض الجزر الوسطة التي كان يتخذها المواطنين كمتنفس لهم أثناء فترات الليل وفي الصيف يضم الممشى مرحلتين المرحلة الأولى تضم قطاعاً بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاعاً بطول 700 متر كما يضم طريقاً آخر بعرض 6 أمطار ليكون ممشى للدراجات وألعاب الأطفال والترفيه منفذ جديد للتنزه ومتنفس ترفيهي للمواطنين بالمجان ليسعد أهالي المنصورة بذلك الكورنيش الجديد الذي كان الهدف من إنشائه توفير كافة سبل الراحة والرفاهية للمواطنين بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة من خلال إنشاء محال على أعلى مستوى بشكل جمالي وحضاري لخدمة أهالي محافظة الدقالية